كتير مننا بيشوف الصور المتحركة اللي بتكون بالسيغة ال جي اي اف اللي ناس كتير بتشاركها على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بيهم او من خلال الكومنتات وطبعا الصورة المتحركة بتعجب الناس اكتر وبيكون التفاعل عليها اكبر من الصور العادية او بوستات الكلام فقط وعشان كده بيبقى فيه كتير عايز يعرف الصور دي بتتعامل ازاي وعايز يصمم صور تكون خاصة بيه زي الصور اللي حضراتكم شايفينها اللي انا صممتها سواء بتظهر في الصورة او لأ عشان كده انا عملت الفيديو ده عشان نتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل الصور المتحركة اللي بتكون بسيغة ال جي اي اف من خلال الموقع الجميل والسهل ده موقع جيفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب يكون الكل بخير ان شاء الله موقع جيفي الموقع الخاص بالتصميم وانشاء الصور المتحركة اللي بتكون بسيغة ال جي اي اف هنشوف مع بعض ازاي نقدر نسجل بكل سهولة ونقدر بعد كده نعمل كل الصور اللي احنا عايزنا وزي ما حضراتكم شايفين كمان الموقع بيوفر لك العشرات من الصور المتحركة الجاهزة لو انت عايز تستخدمها على طول وكمان بيسهلها لك عملها لك فئات يعني انت لو عايز مثلا صور عن فنانين ملصقات رياضة يعني اضغط مسلا على رياضة هلاقي صور خاصة بي لقطات رياضية لو انا حابب استخدمها في موقف معين محتاج فيه صورة زي دي وكل اللي انا هعمله هضغط على الصورة وعمل لها حفظ عندي على الجهاز جميل احنا بقى عايزين نعمل حساب على الموقع ونقدر احنا كمان نصمم صور متحركة خاصة بينا كل اللي هنعمله هنروح على كلمة تسجيل الدخول او الصورة اللي جنبها ونضغط عليها بعدها بتتفتح معاك الصفحة دي وهنروح على كلمة اشتراك بشتسجيل دخول هنضغط على اشتراك بتظهر معاك بقى الصفحة دي وهنبتدي ندخل البيانات الخاصة عشان ننشئ حساب على الموقع هتدخل البريد الالكتروني اللي انت هتعمل بيه حساب على الموقع واسمه مستخدم خاص بيك وكلمة مرور وتأكدها وبعد كده هتعلم على انا لستو روبوت وبعدها هنضغط على كلمة اشتراك هدخل البيانات ونكمل مع بعض بعد ما دخلت البيانات وضغطت على كلمة اشتراك بتفتح برضو معاك الصفحة دي ويبقى عايز برضو يتأكد من البريد الالكتروني اللي احنا سجلنا به عشان يتأكد ان الموضوع مفهوش اي تحايل فبيقول لك انا بعتلك رابط على الجيميل اللي انت سجلت به اضغط عليه عشان يتحقق من البريد الالكتروني او هتلاقي فيه الرسالة رقم او كود دخلوا برضو عشان تنشط الحساب سواء كده او كده ااكد الحساب وبعدها هنكمل مع بعض كده خلاص اتأكد من البريد الالكتروني اللي احنا سجلنا به وبقى الحساب بتاعنا تمام وجاهز نقدر نستخدمه ونقدر نعمل بقى اللي احنا عايزينه على الموقع قابل برضو ما نشوف خطوات انشاء الصور وازاي نصممها عايز برضو اعرفك قادي تفاصيل الحساب بتاعك بتضغط هنا سواني بس اقلبه باللغة العربية عشان يبقى سهل لنا كلنا ده الاسم بتاعك والسهم ده لما بتقف عنده بتنزل منه قيمة صغيرة فيها بعض الاختيارات المجموعات والمفضلة دي خاصة بالصور اللي انت بتنشئها او بتعجب بيها بعد كده الاعدادات لما بتضغط عليها بيفتح معك الصفحة اللي فيها البيانات اللي انت بيها عملت حساب طبعا لو عايز تعمل تسجيل خروج من الموقع والصورة اللي جنب الحساب لما بتضغط عليها بتفتح بقى الصفحة بتحتك على الموقع ويه الصور اللي انت انشأتها طبعا دي الصور اللي انا كنت اشتغلت عليها او جهستها بتبقى موجودة في الصفحة بتاحتك عشان لو حبيت ترجع لها في اي وقت وبرضو هنا الاختيار ده خاص بفتح الاعدادات لو ضغط عليه هيفتح معك الصفحة الخاصة بالحساب بتاعك عشان لو حبيت تعدل في اي حاجة عايز تعمل صورة ليه الحساب بتاعك تغير كلمة السر اي حاجة عايز تعدلها من خلال الاختيار ده. طيب كده احنا خلاص سجلنا على الموقع وعرفنا تفاصيل الحساب بتاعنا لو عايزين نغير فيه او بيتحفز فين الصور بتاعتنا عايزين نعرف بقى ازاي نصمم او نعمل الصورة بتاعتك. حضرتك شايف فوق في اختيارين بس هم عشان الترجمه اللي هي او يخلق او ينشئ وكلمة رفع. من خلال الاختيارين دول هتبتدي تعمل الصورة المتحركة بتاعتك. هنخلينا الاول في اول الاختيار اللي هو يخلق نضغط عليها. بعدها بتفتح معانا الصفحة دية وزي ما حضراتكم شايفين بلاقي تلات اختيارات موجودين قصادي بيئ الخدمات اللي موجودة على الموقع اللي انا اقدر اشتغل عليها. بس انا هنا هتم بيئ الاختيار التالت الخاص بيئ الجي اي اف والاختيارين الخاصين بيئ الخلفية ويئ الملسق. ممكن نتكلم عنهم في فيديو تاني عشان الفيديو ده ما يتولش مننا. وممكن برضو حضراتكم لما تعرفوا الفكرة العامة للموقع والتصميم تقدروا تستكشفهم براحتكم. طيب بالنسبة بقى للاختيار التالت الخاص بيئ جي اي اف. هنا بيقول لي التنسيقات المقبولة. يعني ايه? ايه هي الصور او المقاطع اللي انا اقدر احاولها كصورة متحركة. اي صورة بس تكون بامتداد جي بي جي او بي ان جي او حتى تكون صورة بصيغة جي اي اف اقدر اسحبها واعدل عليها. برضو هنا مقاطع فيديو تكون بابتداد او اقدر برضو احولها كصورة متحركة. وكمان بيقبل روابط. يعني انا ممكن اروح على اليوتيوب مسلا واجيب رابط فيديو واحوله كصورة بصيغة جي اي اف. يعني مسلا هروح على القناة بتحتي. وبعدين اجيب رابط اي فيديو اللي يكون مسلا الفيديو ده اهو. وبعدين نرجع تاني على الموقع. واجه احطه هنا كده واعمله لصق. هيسحب هولي من على اليوتيوب واقدر احوله لصورة بصيغة جي اي اف وتكون صورة متحركة برضو زي اللي شفتوها في المقدمة. بس ناخد بالنا ان هو اقصى حاجة يقدر يحولها لك من الفيديو كصورة بصيغة جي اي اف هي التلاتين سانية. فبتيجي هنا كده تختصر او تختار بقى اي تلاتين سانية يعجبوك من الفيديو وتحولهم كصورة متحركة. يبقى دي كده طريقة معانا ازاي نقدر نحول اي فيديو لصورة متحركة. سواء فيديو بتجيب الرابط بتاعه او فيديو موجودة عندك على التليفون او الكمبيوتر. نرجع تاني للاختيارات اللي كانت موجودة. ونشوف بقى لو هنحول صورة عادية ونحولها لصورة متحركة هيبقى ازاي. هضغط على اختار ملف. وبعدها بتختار الصورة بتاحتك بيبتدي يسحبها اللي زي ما انتم شايفين. وممكن بعدها تاني امضغط على علامة الزائد لو انا عايز اضيف صورة كمان مع الصورة اللي انا اخترتها في الاول بحيس يكون مسلا في صورتين او تلاتة في التصميم اللي انا بعمله. يعني مسلا عشان برضو الصورة تبقى واضح لكم. زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة دي اهي اللي مكتوبة عندها كل عام وانتم بخير. في صورة الاول بتظهر وبعدين بتقلب على صورة تانية. هو ده اللي انا لو بختار صور تفضل تتغير معايا بالشكل ده. نرجع تاني للصورة اللي احنا بنصممها. الامر بكل بساطة الصورة بتاحت انا بصممها وخليها تتحرك وبالصورة اللي انتو شفتوها ديت من خلال الادوات البسيطة اللي موجودة ديت او شريط الادوات ده. اللي في التسميات التوضحية والملصقات والفلاتر او المرشخات ويرسم. هم دول الادوات اللي انا بستخدمها عشان اعمل الصورة بتاعتي المتحركة. طيب نبتدي باول حاجة معانا وهي التسميات التوضحية ونشوف دي بنستغلها ازاي او بنستفاد منها ايه? ووضح من الاسم ان دي خاصة بالكتابة. الكلام اللي انا ممكن اكتبه ويظهر على الصورة بتحتي. فباجي فيه الاطار ده او المربع الابيض ودخل الكتابة بتحتي او الكلمة اللي انا عايز اكتبها. وليكن مثلا هكتب كل عام وانتم بخير. زي ما حضراتكم شايفين اللي انا بكتبه هنا بيظهر اصادي على الصورة ومن خلال الاطار اللي بيكون حوالين الكلمة ببتدي اتحكم في مكانها وكمان في شكلها او اكبرها او اصغرها او ادورها زي ما انا بقى ايه? عايز وكل واحد وخياله والابداع بتاعه. بعد كده دي الالوان لو انا بقى عايز اغير لون الكتابة بتاعتي مسلا هي بالابيض عايز اخليها احمر اخضر بنفسيجي كل واحد طبعا وخياله وزي ما هو عايز. بعد كده بيديني امكانية لشكل الخط نفسه. يعني لما اضغط على اول اختيار هلاقي كل اختيار بيديني شكل ليه الكلمة اللي انا كتبتها. زي ما حضراتكم طبعا شايفين كده كل ما بعدل كل ده ما بيغير شكل الكلمة اللي انا كتبها. يبقى دي اول حاجة في كلمة اسلوب بيغير لي شكل الفونت او شكل الكتابة بتاعتي. بعد كده الاختيارات اللي موجودة تحت الكلمة اللي مكتوب رسوم متحركة دي معناها لو انا عايز بقى العبارة اللي انا كتبتها او الكلمة اضيف لها تأثير حركي. زي ما هو واضح كده بيوريك اي اختيار هيكون شكل الكلمة ايه. يعني مسلا لو اضغطت على الاختيار ده او الكلمة اللي انا كتبتها تفضل تظهر وتختفي. لو دوست على الاختيار ده هلاقي الكلمة تتحرك معايا بالشكل ده. وهكذا بقى كل اختيار زي ما انتم شايفين كده بيغير لي من شكل الكلمة اللي انا كتبتها. فكل واحد على حسب برضو ما هو متخيل او عايز الكلمة اللي كتبها تظهر ازاي على الصورة المتحركة. فانا مسلا هختار الكلمة دي كده اهي كل عام وانتم بخير تتحرك بالشكل ده. اللي هي تبقى مناسبة لو انا عايز اعمل صورة تهنئة بعيد ميلاد حد بمناسبة دينية ايا كان او بيقى بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. فانا هخلي الكلمة بالمنظر ده. نروح بعد كده على الاختيار التاني الخاص بالملصقات. برضو واضح من الاسم انه بيديني مجموعة من الملصقات اللي انا اقدر استخدمها للصورة التحت. يعني مثلا انت لما قلت كل عام وانتم بخير. فانا ممكن اخد مثلا هابي بيرس دي اهي. هلاقيها ظهرت معايا اهي. برضو اتحكم في مكانها زي ما انا عايز او حجمها. واقدر اضيف ملصق تاني. مش واحد بس زي ما انا عايز كل حاجة تخدم الصورة معايا. اضيفها مفيش مشكلة. يعني ضغطت برضو على صورة البلونة. اهي. هلاقيها نزلت معايا. وهكزا بقى زي ما قلنا كل واحد وخيال. تمام. نيجي على الاختيار التالت الخاص بالفلاتر. واضغط عليه. برضو هنا بقى بيبتدي ايديني فلاتر معينة تظهر بيها الصورة بتاحت. يعني اول حاجة لو انا عايز الصورة زي ما هي اللي مكتوبة عندها. لا احد ديت. بعد كده مكتوب مرعب. تضغط عليها. هيوريك منظر الصورة هيبقى ازاي. تضغط عليه بعدها. برضو اضاف لون احمر شوية على الصورة. هنا تلفزيون سيء. بص الصورة عملت ازاي. صورة حالمة. اهو. المنظر طبعا اتغير خالص. وهكزا بقى كل اختيار من دول. هتشوف التأسير الحركي او الفلتر اللي بيضيفه على الصورة بتاحتك عايز تعملها ابيض واسود. يعني عندك شوية عناصر تقدر تلعب بيهم وتصمم الصورة زي ما انت عايز. فانا ممكن مسلا اختار الصورة بتاعت قاع قاع كده. يبقى الكلمة وصورتي كلهم عملين يتحركوا مع بعض. رابع حاجة معنا والاخيرة وهي الاختيار الخاص بيه يرسم لو ضغطنا عليه. هلاقيه برضو بيديني نفس الموضوع الملسقات اللي احنا شفناها قبل كده. لو انا عايز اضيفها على الصورة. وبرضو بالاضافة للناس اللي عندها موهبة الرسم تقدر تختار من البلتة الخاصة بالالوان ديت وتبتدي ترسم على الصورة او تضيف النجوم اللي انتو بتشوفوها برضو تظهر على الصورة وتديها لمعان كل الامور دي زي ما قلت بترجع انت بقى الخيالك وانت بتصمم الصورة بتاحتك بس زي ما انت شفت الامر بيكون سهل ازاي? طيب خلاص انا بالنسبة لكده الصورة بتاعتي انا صممتها بالشكل ده. كل كده بتفتح معك الصفحة دية ممكن الكلام ده تتجاه له يعني مش مهم تضيف مصدر يو ار الا او تضيف او الحاجات دي هتقوم ضاغط على كلمة تحميل الى جيفي. بقوله بقى حمله الصورة دي على الموقع. فبضغط عليها. وزي ما حضراتكم شايفين بيبتدي يقول لي خلاص انشاء الملف الخاص بيك هيبتدي بقى يعالج الصورة بتاعتي ويبتدي يحولها لي لصيغة جي اي اف وتظهر بشكل متحرك. خلاص بعد ما خد وقته في معالجة الصورة وتحملها على الموقع بتظهر معايا بالشكل ده وممكن اضغط هنا كده عشان اكبر الصورة وتبقوا شايفينها اهو اه دي الصورة اللي انا عملتها. طيب انا عايز بقى احملها عندي على الجهاز بضغط عليها وبعدين اقول له حفظ الصورة باسم وبعدين اقوم ضغط على كلمة خلاص الصورة كده بقت موجودة عندي على الجهاز. والصورة بتفضل موجودة على الموقع وموجودة في الحساب بتاعي زي ما اتفقنا لما بروح اضغط على الصورة ديت بتفتح الحساب بتاعي او بمعنى تاني هو بيسميها لك القناة انت مجرد ما بتعمل حساب على جيفي هو بيعتبرك بقى لي القناة على الموقع بالصور اللي انت بتعملها. تعالي بس نخلي وضع الصور شبكة كده عشان يظهروا جنب بعض. ادي الصور كده اللي انا عاملها على الحساب بتاعي لحد دي الوقتي. وكمان الصورة اقدر احاولها من عامة يعني انا مسلا وضغطت على الصورة دي كده تاني. وبعدين جيت عند علامة الالم وضغطت عليها ممكن احول الصورة من عام اخليها خاص. يبقى كده خلاص تم التحديث والصورة دي اصبحت خاص محدش يقدر يشوفها غيري. لو حابب امسحها خالص باضغط على علامة دليت او علامة السلة هنا وامسح الصورة من على الموقع. دي برضو حاجة تبقى عارفة. وبس كده زي ما شفته الامر بسيط ازاي سواء في التسجيل على الموقع او في عمل الصورة نفسها. وكمان لو انت حابب قبل ما تستخدم الموقع والصور الشخصية بتاعتك عايز تشيل خلفيتها زي الصورة اللي انا استخدمتها كده. الفيديو اللي بيظهر اصادك دلوقتي فيه شاشة النهاية. لما تضغط عليه هتعرف ازاي تقدر تشيل الخلفيات بتاعت الصور بتاعتك او تعدل فيها بكل سهولة. يا رب اكون قدرت افتكم وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلى على سيد الانام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.